قبل ما تفضلوا الفيديو أخوتي لا تنسوا اشتابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس لكي يصلكم كامل جديد عن قناة ميديا ديزال إذا كنت نظرتك نطيع صدفة في هذا المقال هذا هي الأنفا برئيس ولا أنفا برئيس ولا ما اسمي تجذبوها ما على باليش المهم وهذه من هذه الصورة وهذه من واحد المقال أنا أريد أن نوريكم هذه الصورة للك هل يعيد محمد السدي السيناريو حرب الرمال ويجتاح الجزائر المقال الخارج في 2014 وكأن الجيش المغربي في 2014 لكي نمشي معهم هنا غير في تهدرتهم أو في 2016 و 2017 و 2018 أو قبل منها وكأن الجيش المغربي قادر على اجتياح الجزائر هم؟ واخر ما غادش نمشي لدي السميتو هذا لأن صافيه وما باش بلين بالكدوم قلت الجزائر غادتكب الإزمات ديالها على المغرب ثاني وكأن المغرب ما هو ما كيكبش الأزمات دياله وكيف يفرغ على الجزائر ثاني يعني يعني يقول لك العطار يشم غير حتحانوت صاحبه وكيف يشم شرح حتحانوته ويقول لك اجتب الجمل يشوف غير حتى بتجمل الاخر ما يشوف ش حتى بكته ما هي هذه اللي يديرون فيها اللي يديرون فيها المخزن دياله ثاني وكأن هذا بك يبدأ يسق في الجزائر وكأننا نزع نحن المغرب ومس السويد ثاني احنا صافيه احنا روصلنا وكنشوفوا الجزائريين بقوا فينا كانت ضامنوا معهم بطل ما قالت احنا سيرت ضامن مع راسك بعد اول اول ثاني تقول لي بحاجة السويد وانتقد الجزائر لان الجزائر حسن منك في كل شي هذا الشرح ما كيبغلوش يقبلوها المغربة الاقتصاد الجزائري فعاية المغربة والتطبيب والتعليم والصحة في الجزائر حسن من المغرب الجيشتها طباب العسكر الجزائر فيتك بزب للكتفاصيل موتيرة حول حرر الريمان التي اندلعت بين المغرب والجزائر كان بدأول ما قال قبل كذوب بقى وتعني لن ينسى الجزائريون على مرسيني الحرر الرمان التي تعد من اكبر المواجهات العسكرية التي اندلعت بين المغرب والجزائر والتي انتصر خلالها الجيش المغربي على نظره الجزائري اولا هادي كذبة جوش كذبة لانه قلت الجيش المغربي ح钟 وخص ولكن تقول على نظره الجزائري ماذا تقصد بيها على نظره الجزائري لهذه كذبة رقل الثالث لان اللي فين الوقيته لماذا كانت عندها جيش نظامي كانت عندها مقاومة وكانت الجزائر خارجها من استعمار فرنسا ومن المقاومة ضد فرنسا كانت عندها مقاومة لم يكن لديها جيش نظامي نكملوا، رأيت لك كذبة وتاني كذبة هي أنهم قال لك انتاصر الجيش المغربي أولا المغربي خسر بحر الريناء لأننا سوف نتبتها لك نحن سوف نجد لكم اليوم الأرشيف البريطانية لكي لا تلصق فيها أنا وتقول لي ما سوف تخلصتك الجزائر أخويا عند بريطانيا العظمى عند الإمبراطورية التي لا تغربوا عنها الشمس وقلوا لماذا تكتبوا علينا هذا الشيء ثاني ما تجيش عندي أنا يا أنا سأجي عندي أنا بلوكيك إذن قال لك عرف إقليم وجدة المغربي الممتد شرقا إلى التراب الجزائري هجوما مباغتا قام به الجيش الجزائري هذه المرة بكيفية سافرة على مركز إيش العسكري الواقع على بعد خمسين كيلو مترا من شمال شرق مدينة الفيقيق بإقليم وجدة وكانت تحرصها قوات مغربية لم تكن تتوفر إلا على سلاح خفيف بينما كان المهاجمون الجزائريون يشكلون قوات نظامية وهذا كده لكي تقول لي قوات نظامية وتقول لي الجيش الجزائري بعدما كانت لها قوات نظامية لجيش الجزائري كانت لها مقاومة الجزائرية وتشيطرها متبوتة عندك سحبك كما ذلك خاوين أريحة السي محمد وقال لك أجمع لهم بالأسلحة التقيلة قال لك الأذى من ذلك أن الطيارة العسكري الجزائري شاركة بضريف الهجوم على منطقة تندرارة في إقليم وجدة أيضا وجميع هذه المناطق لم تكن موضوع نزاع بين الدولتين قال لك ورغم ما قام به الجيش الجزائري من هجومات مباغتة على عدد من المناطق بالمغرب إلا أن الجيش المغربي كان لها بمرصد حيث تصدى لها بقوة فما كان من الجيش الجزائري إلا الاستسلام الله 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 لا لك كذبة هذا الكذبة أخرى هي القرار المغرب هرب بوليزاريو هل أنت لي هربة من بوليزاريو وضعتين القضيين للأمم المتحدة؟ وخرج عن بوليزاريو هذه الساعة لماذا في التسعينات لمسي علقتي عند أمم المتحدة؟ ولكن لحصل لحد تلك الفيلم مع بوليزاريو ونحن نرى هذا الجيش المغربي الذي تصوره بطريقة وكأنه هو الجيش المريكان هذا المغرب أو عنده دير طاول مارينزو وانتو منار بغير أن الجيش نخرجه في صبانيا حقيقة في جزيرة الليلة؟ ومشيتوا وعلقتوا عند أمريكان تفكتون ونحن نقش من الجيش المغربي ولا كان يحتاطر أو شيء الجيش المغربي كان في قادم الزمان يضربوا به المثال في الجاة وفي القوة ولكن مع العلويين يتبعوا العلويين بحال شي جفاف في باب كابينة مصخة يدخل على سميته حشاك يخرج ويمسح في المغرب الرجلي هذا هو المغرب العلويين لأنني قلت لكم وما زال ما أريد أن يتبعوا العلويين يتبعوا العلويين ويقولون لي بحال شي جفاف موصخ مقطع الشرشم تفاهمنا قاموا اليوم بهجومات مباغيتة وطا طا طا والجيش المغربي كان لها برميرساد وتصدى لها بالقوة فما كان من الجيش الجزائري إلى الاستسلام أراك الكثبة لأننا سأخبركم هذا قليلاً الأرشيف البريطاني ما يقولون رعب طين وتمه ومحيد السلاحه يقلبوا فيه ماذا الجيش المغربي او لا ولا الجزائري الذي يقع لهم هذا هذا ما يقولون الأرشيف البريطاني هذا ما تقولون ما تقولون يلا وقد أمر الملك الراحل الحسن الثاني الجيش المغربي بالتراجع بالرغم من انتصاره في الميدان وقال له الجنرال دريس بن عمر آنذاك مولاي لا يقبلوا في المنطق الحربي والتقاليد العسكرية أن يعود جيش المنتصر إلى منطلقته الأولى وكأنه جيش منهازم وهذه هي هذه الشهادة قد تبت لك بأنهم يتبط وكأنهم ينوانوا من ذلك لحظة مالك يقولون كاملة لأنهم كانوا فيه إعلان انتصر وكأنه يقول لك الجزائر هجمت لهم على هذا كيف يفشل وعباد الله يفهم تسطى وهدية وهدية وهدو الحماق بعينيه هذا يقول لك المغرب انتصر وكأنه انتصر المغرب يكون تلك الأراضي هجم عليها وغاية ديها وهذه دو أين ودو دو هذا كيف يفشل الجيش المؤمن مناطق مناطق حدود وطحوا له فيه رهائن وأنا سأخبرك الرهائن المغربة فقلت لك الجيش المغربين يقول لك قال لهم ما أخير سميتك الزمر قال لك قال الحسن الثاني وعطيني يومين دخلت تصلي في وهران ولا ساعتين أو ما أعقلت تلك الأراضي ما أخير ما أخير دخلت شرقه في باريس ما أخير كان من غير حرب نفسية وتمويات على الشعب المغربين والشعب المغربين ما عايقش كيف الجيش المغربين كانت عند المؤهلة أنه يدخل الوهران في يومين أو ما عايقش يخربه عبر التاريخ المظوار وكيف ما أخير الحدود ذياله متيني لأن الحدود ذياله فأنا نجلب لك المنطقة بالطبع تنسي تسمي سنجلب ذلك ونجلب لك فيديو ثاني نجلبك تفرج فيه فيديو داخل في البريطاني ثاني ما تجيش تقول لي ما تجيبته سير أخويا عند بريطانيا صد عليها على رأسها ما تجيش عندي فكيف ما تجيش للجيش لما أمنش الحدود ذياله أنه يدخل يتوغر في الجزائر وأمن على حدود ذيالك بعد ما يشدوش الكفاة العسكر والرهائين ها تصير ديك الساعة تتوغر وتقدم رأى المنطقة هو هذا الرياضيات هي هذه إذا أنا كي وهموكم بأن الجيش المغربي طاجع وكل الجيش المغربي رغمها ماشي طاجع الجيش المغربي يخصع وفي الأخير ما تنسوش دير النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات سلام منıkون موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر